خلينا نبتزي كلامنا بالحديث عن الدوري المصري دوري نايل الجولة 19 مبارح كان فيه مباراتين في غاية الإثارة لولا كانت ما بين طلاقع الجيش مع ام بي انتهى الدفوز غالي لطلاقع الجيش بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع من الشوت التاني عن طريق نجم الفريق سلام محارب من ضربة سبتة والحقيقة مباراة يعني غلب عليها أجواء الطقس الحارة جدا براح الجو كان صعب جدا لعبين تأثروا بشكل كبير جدا بدرجة حرارة الجو لكنه في النهاية فوز غالي جدا للكابتن عبد الحميد بسيوني رفع به طلاقع الجيش رصيده ليه النقطة 27 في المركز السادس من 17 مباراة خدها الطلاقع في المقابل توقف رصيد ام بي عند 29 نقطة في المركز الرابع من 19 مباراة المباراة التانية كانت ما بين بيرامدز والبنك الأهلي وكانت واحدة من أفضل مباريات الدوري حتى الآن انتهت بفوز لبيرامدز فوز غالي أيضا 3-2 بعد ما تقدم بيرامدز في البداية عن طريق ابراهيم عادل ده كان في نهاية الشوت الأول وبعد كده رجع مرة تانية البنك الأهلي في النتيجة وسجل هدف بدل الهدف هدفين يعني وراء بعض هدفين هدف في الدقيقة 50 وهدف في الدقيقة 52 عن طريق سعيدو سيمبوري وكريم بامبو بعدها بقل من 3 دقايق سجل مصطفى فاتحي أفضل لاعب فيه مباراة مباراة هدف التعادل لي بيرامدز وبعد كده حالة طرد بعد الهدف لرمضان صبحي الأمور اتصعابت مرة تانية على بيرامدز ويكانز هيسجل البنك الأهلي الهدف الثالث استضمت الكرة بعرض تحمد الشناوي لغاية ما نجح بيرامدز فيه خطف هدف الفوز والثلاث نقاط من ضربة جزاء سجلها نجم الفريق مصطفى فاتحي في الدقيقة 74 بيلفوز ده بيرامدز رصيده للنقطة 35 في المركز الأول من 16 مباراة خدها وضمن بنسبة كبيرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بإذن الله في المقابل توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز 15 لعب 19 مباراة ده بالنسبة للمباراتين اللي تلعبوا أمبارح فيه دوري نايل ترجمة نانسي قنقر